هذا ويقوم ابناء شمال سينا بتعاون مع عدد من رجال الأعمال بتجهيز 100 ألف وجبة إفطار و100 ألف وجبة صحور لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطع غزة يشارك في تجهيز وجبة الإفطار والصحور عدد كبير من المتطوعين الشباب بجنوب مدينة العريش كان مجلس القبائل والعائلات المصرية قد أعلن عن إفطار جماعي على أطول مائدة إفطار بدون طعام بطول ثمانية كيلو مترات تضامنا مع الأشقاء في قطع غزة النهاردة بالليل الحاجة دي هتتحرك علشان توصل بكرة الإخواتني عن طريق معبر رفح بالتنسيق مع هلال الأحمر المصري وإن شاء الله توصل لهم يفطروا بيها بكرة نشكر برضو الهلال الأحمر بوجوده معانا دلوقت عشان يستلم الحاجة ودخولها بكرة الصبح إن شاء الله بإذن الله وبنشكر بكل من ساهم معانا نقول لغزة إحنا معاكم وربنا يا رب كده يجعلها سنة تكون تعودكم خير فيها ويتكون في عائد لكم من الصبر عند ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله أهلكم في مصر وفي سينة تحديدا مش نسينكم ومعاكم وفكروا فيكم يعني دي حاجة لا تذكر بالنسبة أن هم يروحوا ويجافوا معاهم دي أقل واجب يعني إحنا كلنا تحت عمر أخواتنا الفلسطينيين في أي شيء ويا رب يا رب نكون عند حسن ظنهم موسيقى 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 موسيقى